بعد يوم واحد من تسلم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حقائبها الوزارية عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى برئاسة الأخير الذي دعاهم في أول كلمة لها إلى العمل الجاد في خدمة الشعب العراقي أولى قرارات مجلس الوزراء كانت إطلاق رواتب المتقاعدين والحرص على عدم تأخيرها مستقبلاً وإطلاق صراح كل المعتقلين الذين أشاركوا في التطهرات ومحاسبة المقصرين بحماية الدم العراقي وتشكيل لجنة لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة أطلاق رواتب المتقاعدين وعدم السماح بتكرار تأخير هذه الرواتب قرار الثاني تشكيل لجنة عليا بالتقصى عن حقائق عن ما حدث في العراق منذ الأول من أكتوبر ولحد الآن وإنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى وكذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق صراح كل المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى أن يتعاون في قضية اطلاق صراح من تم الحكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي وكذلك شكلنا لجهة خبراء لعادة تقييم كيفية مساعدة المفوضية العلية للانتخابات من أجل وصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة الملفان الأمني والوجود الأجنبي لم يغيبا عن ذهن الكاظمي الذي أعلن إعادة الفريق أول الرقن عبدالوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب وتشكيل خلية أزمة لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة العراق وسيادته شكلنا لجنة فيما يخص المفاوضات الاستراتيجية من العراق والولايات المتحدة الأمريكية بما يحمي سيادة العراق ووحدته وكذلك اتخذنا قرار فيما يخص البطل الصديق الفريق عبدالوهاب الساعدي إعادته إلى الخدمة إلى جهاز مكافحة الإرهاب ومن ثم ترقيته لرئاسة جهاز مكافحة الإرهاب قرارات الكاظمي دليل على جرائته في الوقوف إلى جانب الشعب العراقي دون المبالات للأحزاب الفاسدة والطغم السياسي الجاثم على صدر الشعب منذ 2003 فهل ستقف القتل السياسي إلى جانب الكاظمي أم أنها ستصر على بقائها عائقا في طريق عجلة الاستقرار في البلاد ترجمة نانسي قنقر